كما حذر الممثل الاعلى الالتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيب بوريل من العواقب الكارثية في حال تصعيد العدوان الاسرائيلي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة وقال بوريل انه يوجد حاليا مليون واربعمائة الف فلسطيني في رفح دون مكان امن للذهب اليه ويواجهون المجاعة واضف ان التقارير التي تتحدث عن هجوم عسكري اسرائيلي على رفح مثيرة للقلق وسيكون له عواقب كارثية متفاقمة على الوضع الانساني المتردي بالفعل وخسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين